سؤال كمان مرضو عن فعالية الشاي الأسود والأخضر في حرق نسبة السكر في دم المريض واش معنى الشاي واخد الصمعة الكبيرة دي قوي مع مريض السكر بصي حضرتك هو الشاي سواء الشاي الأخضر أو الشاي الأسود فيه فوائد كتيرة لأنه هو مليان مضادات أجسادة بكل الفوائد بتاعتها على أجهزة الجسم وعلى أنسجة الجسم كلها بس مريض السكر تحديدا يعني حاجة مهمة جدا أن الشاي سواء كان أخضر كان أسود كان شاي بلبن أيا كان هو أي مشروب أشربه اللي يهمني أكتر أنا بحط عليه سكر قد إيه مش أنا بشرب شاي أخضر فهو مفيد وفيه أنتي أكسدنس أو شاي أسود بس باخد كل كوباية شاي مثلا ب3-4 معالق سكر أنا كده يعني نسافت الفكرة من أساسها بدايل السكر طبعا بدون سحبيها ولا بدون بصي حضرتك برضو بدايل السكر فيه حاجات كتير منها فيه حاجات أمنة فيه حاجات أمنة لغاية اللحظة اللي إحنا فيها لكن هل هي يعني معلومة مؤكدة أن هي أمنة مية في المية برضو الكلام فيه أبحاث وفيه دراسات كل ما كنا في الاتجاه للطبيعة أكتر الطبيعة عسل وإن أنا مثلا مفروض أقل للسكر ما لاقيلوش بديل بحيث أن أنا أخد السكر بشكل تاني أنا أحاول أقل للسكر في أكلي ما عودش الثاني دايما على الطعم الحلو أخليني دايما في الناحية اللي هي تأذيبية للغرض مش إن أنا بعمل بطريقة ملتوية عشان برضو هياخد الحاجة مسكرة لو أصلا واحد بعد فترة بيتعود أنه حتى أثناء الرجيم إنه بيشرب الشاي بسكر أوليل أو من غير سكر لما بيبطل الرجيم ما بيعرفش يرجع الحاجة يشربها بسكر موطوع السكر ده فيه جزء كبير منه إدمان يعني أنا مثلا كنت بأخد الشاي بتاعي مثلا بثلاث معالق سكر أنا مش متخيلة فيه ناس إزاي بيشربوا من غير سكر لكن واحدة واحدة بقلل لما هاوصل مثلا لنص معلقة لو بالغلط حطولي ثلاث معالق مش هعرف أشرب إيه ده إنتوا إزاي بتشربوا كده طيب بس في نفس الوقت طبعا بلاش نقطر من الشاي مش مفتوحة علشان بيعمل فقر دم دي معلومة على جب بزبط كده آه يعني المفروض إن شرب الشاي يبقى بعيدة عن المواعيد الأكل عن الوجبات اللي إحنا بناخدها ساعة أو ساعتين على قد ما نقدر علشان ما يأثرش على امتصاص الحديد وامتصاص الكالسيوم والمعادن اللي موجودة في الأكل كلما